موسيقى النمسا السفلى حالة الطوارئ مستمرة بعد الأمطار الغزيرة الحكومة النمساوية ترفع تمويل صندوق الكوارث إلى مليار يورو فإضانات نادرة على نهر فين تحدث لأول مرة منذ ألف عام البرلمان يعقد آخر جلساته قبل الانتخابات وسط انتقاد إدارة الفيضانات اتهمات تشير إلى دور النمسا في تفجير أجهزة النداء لحزب الله تراجع معدل تضخم في النمسا إلى 2.3% في أغسطس وفينا تستضيف معرى تأثير القرآن على فكر الأوروبي عبر العصور مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم شهدت النمسا فترة من الهدوء النسبي بعد أيام من الأمطار الغزيرة حيث توقفت الأمطار لفترات طويلة خلال الليلة الماضية ووفقا للأرصاد الجوية لا تزال حالة الطوارئ قائمة خصوصا في النمسا السفلى حيث تعمل فرق الطوارئ بلا توقف وقد سجلت خمس حالات وفاة بسبب الفيضانات فيما تشهد مناطق مثل تون وبرشينج موجات جديدة من الفيضانات بينما تنخفض مستويات المياه في باقي المناطق كما حذرت الأرصاد من خطر حدوث انزلاقات أرضية على المنحضرات وقد تمت إعادة فتح نهر الدانوب أمام حركة الشحن جزئيا أعلنت الحكومة النمساوية عن تخصيص 45 مليون يورو من صدق الكوارث لإعادة البناء بعد الفيضانات التي اشتاحد ولاية النمسا السفلى كما تم رفع إجمالي الصندوق إلى مليار يورو لدعم المتضررين بحسب ما أعلن المستشار كارنيهاما ونائب المستشار فينا كولا وتشمل مساعدات تعويض الأضرار للأفراد والشركات وإصلاح البنية التحتية بالإضافة إلى زيادة الصقف السكنية بمقدار 40 مليون يورو كما ستم تقديم قروض بدون فوائد وتوفير دعم مالي للشركات بالإضافة إلى تخصيص 10 ملايين يورو لتنميم المنشآت المتضررة أدى هطول الأمطار الغزيرة إلى فيضان نادر على نهر فينا يعادل فيضانات تحدث مرة كل ألف عام وفقا لتحليلات قسم الأنهار في فينا وقد تم تجنب الأضرار الكبيرة بفضل وجود 6 خزانات احتجاز بسعة مليون و160 ألف متر مقعب في منطقة أوهوف وكانت آخر مرة بلغ فيها نهر فينا مستوى المياه الحالي في عام 1951 وتمت إدارة النظام بفاعلية حيث صمم لحماية المدينة من فيضانات كبيرة كما تم توسيع نظام الحماية على نهر الدنوب بعد فيضان عام 2002 وتشير التقديرات إلى أن الفيضانات الحالية تعادل حدثا يحدث مرة كل 50 إلى 70 عام استأنفت الأحزاب السياسية في النمسا حملاتها الانتخابية بقوة بعد توقف بسبب الأحوال الجوية العنيفة التي تسببت في أضرار كبيرة نتيجة الأعاصير والفيضانات وشهدت الجلسة الأخيرة للمجلس الوطني النمساوي عودة الجدل السياسية حول القضايا المؤثرة على حياة المواطنين بما في ذلك التحديات الاقتصادية والبيئية ودعا أندياس بابلا رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى زيادة المعاشات التقاعدية ودعم المتضررين من الفيضانات بينما دعا حزب الحرية إلى التعوضات المالية فورية حيث تزداد حدة التنافس بين الأحزاب مع اقتراب موعد الانتخابات في عقاب انفجارات أجهزة البيجر التي وقعت في لبنان وأصفرت عن مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 2750 آخرين تشير الأدلة إلى تورط محتمل لمشتبه بهم من المجر والنمسا وانفجر حوالي 3000 جهاز نداء في لبنان يوم الثلاثاء ويزعم أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد قد قام بتزويد هذه الأجهزة بالمتفجرات بعد الاستلاء عليها ولم تؤكد إسرائيل هذه الاتهامات بينما تنفي شركة جولد أبولو التيوانية مسؤوليتها مشيرة إلى مقاول فرعي في بودابيست حيث يزعم أن تون ممثل شركة باك كونسالتين كي اف تي في النمسا مسؤول عن توزيع هذه الأجهزة المعدلة وفقا لصحيفة نيويورك تايمز انخفض معدل التضخم في النمسا إلى 2.3% في أغسطس وفقا لبيانات الهيئة الإحصاء النمساوية مسجلا أقل مستوى منذ أبريل 2021 وكانت تقدير السريع للهيئة قبل أسبوعين قد بلغ 2.4% ويعز هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الوقود وزيت التدفئة بينما كانت زيادة أسعار المواد الغذائية أقل من معدل التضخم العام في المقابل استمرت أسعار قطاع المطاعم بالنمو بأكثر من ضعف معدل التضخم وقد ارتفعت أسعار سلة المنتجات الصغيرة مثل المواد الغذائية والصحف والقهوة بنسبة 4.2% على أساس سنوي في أغسطس يستضيف متحف العالم في فين المعرض الخاص للقرآن الأوروبي الذي يستعرض تأثير القرآن على أوروبا على مدار قرون ويستند المعرض إلى مشروع بحثي أوروبي بعنوان القرآن الأوروبي النص الإسلامي في الثقافة والدين الأوروبيين بين الفترة من 1150 و 1850 ميلادية ويستخدم الفيديو إلى جانب أعمال فنية وقطع أثرية ويقدم القرآن كفن مرئي بعدة لغات من بينها العربية ويستعرض تأثير الترجمات المبكرة للقرآن ودوره في السجالات المسيحية وتأثيره على الأدب والفن ويشير إلى كيفية تأثر أوروبا بالقرآن خلال فترة الاستعمار حتى العصر الحديث كانت هذه نشاطنا لهذا اليوم ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم كنت معكم أنا بوثينا سلام أمسية سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر